السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقتنا دي ان شاء الله معانا فيها خبرين والخبرين مهمين جدا وايضا متعلقين بالمملكة العربية السعودية تعالوا نتابع مع بعض ونشوف معانا ايه في حلقتنا فيلا نبدأ بسم الله الخبر اللي قدامنا ده بيشير لاعلان وزير الخارجية السعودي الامير فيصل ابن فرحان في اجتماع وزاري في نيويورك في الولايات المتحدة الامريكية عن انشاء تحالف دولي لاقامة دولة فلسطينية الموضوع ده مهم جدا في اطار القضايا الاقليمية والدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبيفتح كمان الباب لنقاش كبير حوالين فرص نجاح التحالف ده والتحديات اللي ممكن توجهه المملكة العربية السعودية المعروف طبعا انها طول عمرها من الدول اللي بتدعم القضية الفلسطينية على المستوى السياسي والانساني وبتعتبر ان اقامة دولة فلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية جزء من رؤيتها لحل النزاع العربي الاسرائيلي الاعلان عن التحالف الدولي ده يا اخواننا بييجي في وقت حساس جدا في المنطقة خاصة في ظل تصاعد التغيرات اللي بتحصل في مواقف بعض الدول في القضية او من القضية الفلسطينية التحالف الدولي اللي السعودية بتتكلم عنه ده هيكون تحالف بيضم مجموعة من الدول اللي بتؤمن بحل الدولتين كحل عادل للنزاع ده وبيهدف لتجميع التأييد الدولي من اجل الضغط على اسرائيل والمجتمع الدولي لتبني خطوات عملية دقيقة لتحقيق اقامة دولة فلسطينية طيب ما هي الدول اللي ممكن تنضم للتحالف ده لغاية دلوقتي الحقيقة ما فيش اي مراسمية بالدول اللي اعلنت انضمامها للتحالف لكن ممكن مثلا نفترض ان فيه دول عربية زي مصر او الامارات او الاردن او قطر مثلا هيكونوا في مقدمة هذه الدول لان الدول دي كلها بتأيد حل الدولتين وايضا بيلعبوا ادوار مهمة في الوساطة بين الفلسطينيين والاسرائيليين كمان ممكن نشوف انضمام دول اسلامية تانية زي مثلا تركيا او زي اندونيسيا اللي كمان عندهم مواقف داعمة للقضية الفلسطينية من الناحية الدولية فممكن كمان نلاقي دول اوروبية زي فرنسا او اسبانيا اللي بتأيد حل الدولتين وبتنتقد الممارسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة كمان روسيا والصين اللي دايما بيأيدوا فلسطين في المحافلة الدولية ممكن يكون ليهم دور كبير في التحالف ده لو بصينا لفرص نجاح التحالف اللي اعلنت عنه المملكة العربية السعودية ده فخلينا نقول ان من الناحية النظرية فالتحالف ده ممكن يكون ليه تأثير كبير لو الدول اللي هتنضم ليه عندها استعداد سياسي واقتصادي لمواجهة الضغوط اللي ممكن تيجي من قبل اسرائيل او الولايات المتحدة الامريكية اللي طبعا بتدعم اسرائيل بشكل كبير جدا كمان التحالف ده محتاج ان يكون عنده رؤية واضحة واستراتيجية متكملة للتعامل مع كل الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية من ضمنها مثلا موضوع اللاجئين الحدود القدس المستوطنات لكن من الناحية العملية ففيه تحديات كبيرة بتواجه التحالف ده زي ايه؟ زي مثلا ان الدعم الدولي لاسرائيل قوي جدا وخصوصا من الولايات المتحدة الامريكية اللي بتعتبر الحليف الاول لاسرائيل في المنطقة التحدي التاني هو الانقسام الفلسطيني الداخلي بين حركة فتح وحركة حماس واللي بيأثر طبعا بشكل كبير على قدرة الفلسطينيين نفسهم على التفاوض والتعامل مع الكيان المحتل علشان التحالف الدولي ده ينجح فلازم يكون فيه توحد للموقف الفلسطيني الداخلي وكمان لازم يكون فيه تنسيق قوي بين الفصائل الفلسطينية المختلفة التحالف ده كمان بييجي في وقت التوترات الإقليمية زي الصراع في السودان زي احداث اليمن زي احداث لبنان دلوقتي طبعا والتغيرات في العلاقات الايرانية السعودية بعد استئنافها بين البلدين السعودية بتحاول توازن ما بين دعمها للقضية الفلسطينية وسياستها الخارجية اللي بقت اكتر براجماتية في التعامل مع ملفات المنطقة كمان فيه دور مهم لدول الخليج اللي دايما كانت دعمة ولا زالت الحقيقة للقضية الفلسطينية التحالف الدولي ده لو قدر يجمع دعم دولي كافي ويحقق توافق فلسطيني داخليه فممكن نشوف ضغط سياسي واقتصادي على الكيان المحتل في المستقبل لكن ده كله يا اخوانا بيعتمد على مدى التزام الدول الاعضاء في التحالف ومدى قدرتهم على تجاوز التحديات اللي هتواجههم الأمم المتحدة كمان ممكن تكون بتلعب دور مهم جدا في دعم التحالف ده خاصة في إطار قراراتها السابقة اللي بتأيد فيها حل الدولتين وبتنتقد كمان لاستطان الإسرائيلي ده طبعا بالإضافة لدور الاتحاد الأوروبي اللي دايما بيضغط على دولة الاحتلال للتراجع عن سياستها في الأراضي المحتلة خلاصة الكلام ده إيه؟ الخلاصة الإعلان عن التحالف الدولي لإقامة دولة فلسطينية خطوة إيجابية جدا لكن نقدر نقول إن لسه بدري على الحكم على مدى نجاحه التحالف محتاج يكون عنده استراتيجية واضحة ودعم دولة قوي وكمان لازم يكون فيه توحيد للموقف الفلسطيني زي ما قلنا التحديات كتيرة لكن الفرصة موجودة لو التحالف قدر يتعامل بحكمة مع الضغوط الخارجية والأزمات الإقليمية ونسأل الله عز وجل له التوفيق خلونا دلوقتي مباشرة نروح للخبر التاني اللي معانا واللي بيقول تحرك سعودي يوجه ضربة لبوتين الخبر ده يعتبر الحقيقة من الأخبار المهمة جدا على الساحة الدولية خاصة في ظل التوترات اللي بتحصل بين روسيا والغرب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية مجلة نيوزويك الأمريكية أشارت إلى أن المملكة العربية السعودية بتجهز لضربة لروسيا من خلال زيادة إنتاج النفط وده ممكن يأثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي اللي بيعتمد بشكل كبير على صادرات النفط لتمويل الحرب في أوكرانيا السعودية واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم وكمان عضو مؤثر في منظمة أوبك اللي بتتحكم طبعا في كميات إنتاج النفط العالمي وبالتالي في أسعاره في الشهور الأخيرة كانت المملكة العربية السعودية ملتزمة بسياسة تقليل الإنتاج بهدف رفع أسعار النفط لأرقام قريبة من 100 دولار للبرميل لكن مع التحرك الجديد ده اللي المجلة وصفته كضربة لبوتين فالسعودية بتشير لاستعدادها للتخلي عن الهدف ده وزيادة الإنتاج وده معناه أن الأسعار هتنخفض بشكل ملحوظ روسيا بتعتمد بشكل كبير على إرادات النفط والغاز كمان لتمويل ميزانيتها وده بيشمل الإنفاق العسكري اللي بتعتمد عليه في حربها ضد أوكرانيا لأن طبعا كل ما سعر النفط يعلى كل ما روسيا تستفيد وتقدر تمول الحرب بتاعتها في أوكرانيا لكن لو السعودية زادت من الإنتاج فده هيقدم مباشرة لانخفاض الأسعار وبالتالي هيشكل ضغط كبير على روسيا لأن إرادات روسيا هتقل بشكل ملحوظ من ناحية تانية روسيا عضو في تحالف أوبك بلس اللي بيضم دول منتجة للنفط من خارج أوبك وده بيشمل روسيا والسعودية يعني فيه نوع من التنسيق بين البلدين في الفترة الأخيرة على كميات الإنتاج لتحقيق مصالح مشتركة لكن القرار السعودي بزيادة الإنتاج ممكن يكون نوع من الخروج عن التنسيق ده وده هيأثر على العلاقة بين روسيا والسعودية خصوصا لو الموضوع تفسر كتحرك ضد المصالح الروسية فيه يا أخوانا أكتر من سبب ممكن يخلي السعودية تاخد الخطوة دي زي إيه؟ زي مثلا الضغط الدولي الغرب بيمارس ضغط كبير جدا على المملكة العربية السعودية علشان تساعد في تخفض أسعار النفط من خلال زيادة الإنتاج وده طبعا علشان الغرب بيقدر يخفف من الأثار الاقتصادية اللي عنده واللي نتجت عن الحرب في أوكرانيا أيضا انخفاض أسعار النفط هيساعد الاقتصاديات الغربية في مقاومة التضخم وتخفيف الضغوط على المستهلكين تاني حاجة مصلحة اقتصادية إزاي؟ السعودية عندها احتياطات مالية ضخمة بفضل الله وده بيديها مرونة أكتر في التعامل مع تقلبات أسعار النفط يعني حتى لو الأسعار نزلت فالاقتصاد السعودي مش هيتأثر بشكل كبير على المدى القصير وده ممكن يخليها تستغل الفرصة دي لتحقيق مكاسب سياسية بالنسبة للتأثير الاقتصادي للخطوة دي فهنقول مثلا التأثير ده أولا على الغرب انخفاض أسعار النفط هيكون خبر كويس جدا بالنسبة للدول الغربية اللي بتعاني أصلا من ارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة وده ممكن يخفف من الأعباء على الشركات والمستهلكين وده هيساعد بالتالي لاقتصاد العالمي بشكل عام أما على روسيا فروسيا هتكون أكبر المتضررين من التحرك ده الأسعار المنخفضة هتقلل من إرادتها وده هيشكل ضغط كبير على الاقتصاد الروسي اللي بيعاني بالفعل من العقوبات الغربية وبالنسبة لتأثير الخطوة دي على الدول الأخرى المنتجة للنفط فلو قلنا مثلا دول زي إيران وفنزويلا ودول اللي بيعتمدوا بشكل كبير جدا على صادرات النفط فهيكونوا في وضع صعب لأنهم هيخسروا جزء كبير من إرادتهم لو الأسعار نزلت بشكل كبير العلاقة بين السعودية وروسيا في مجال النفط كانت قوية في السنوات الأخيرة خاصة بعد إنشاء تحالف أوبك بلس اللي كان بيساعد على تنسيق الإنتاج بين البلدين وتحقيق الاستقرار في السوق لكن التحرك السعودي ده ممكن يكون بداية لتوترات بين الطرفين خاصة لو روسيا شافت إن السعودية بتتعاون مع الغرب ضدها في الحرب الروسية الأوكرانية روسيا ممكن تحاول ترد على التحرك السعودي بزيادة إنتاجها هي كمان وده ممكن يؤدي لحرب أسعار جديدة زي اللي حصلت كده لو فاكرين في 2020 لما الأسعار نزلت بشكل كبير جدا لكن في الحالة دي لو روسيا طبعا عملت كده فكل الأطراف هتكون خسرانة لأن الأسعار هتنزل لمستويات غير مربحة للجميع طيب لو قلنا ما هي السيناريوهات المستقبلية المتوقعة الحقيقة أن في أكتر من سيناريو ممكن يحصل بعد التحرك ده زي مثلا انخفاض ملحوظ في الأسعار لو السعودية زودت الإنتاج فعلا فالأسعار ممكن تنزل لمستويات أقل من 70 دولار للبرميد وده بالتالي هيشكل ضغط كبير على روسيا لكن في نفس الوقت ممكن يحسن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وبين الدول الغربية ثانيا رد فعل روسيا روسيا ممكن تستمر في التنسيق مع المملكة العربية السعودية وتحاول في نفس الوقت أنها تقلل من تأثير التحرك ده على الأسواق عندها لكن لو روسيا حست أن السعودية بتتحرك ضد مصالحها فممكن تشوف تصعيد في العلاقات النفطية بين البلدين ثالثا استمرار التوترات الدولية التحرك السعودي ده ممكن يزيد من تعقيد المشهد الدولي خاصة في ظل الصراع بين روسيا والغرب السعودية تهمها مصلحتها وده سياسة المملكة الحالية اللي ماشي بيها واللي بتقدم مصلحتها ومصلحة شعبها على أي شيء وده مش عيب لأن ده سياسة طالما في الإطار المسموح به وفي نفس الوقت السعودية بتعمل على الحفاظ على علاقتها مع كل الأطراف ختاما التحرك السعودي لزيادة إنتاج النفط هو خطوة كبيرة ممكن تأثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد العالمي وعلى روسيا بالتحديد لو الأسعار نزلت فده هيكون ضربة قوية للاقتصاد الروسي اللي بيعتمد أصلا على إرادات النفط بشكل كبير وده هيضعف تمويل روسيا للحرب في أوكرانيا لكن في نفس الوقت التحرك ده ممكن يحسن من علاقات السعودية مع الدول الغربية وكمان يخفف من الضغوط الاقتصادية العالمية السعودية أخوانا بتلعب دور مركزي في أسواء النفط وقراراتها بتأثر بشكل كبير جدا على الاقتصاد العالمي والتحرك ده بيأكد على الدور السياسي والاقتصادي اللي بتلعبه المملكة في الساحة الدولية الأيام القادمة هنشوف ماذا سيحدث في هذا الملف لكن أنا نقلت لحضراتكم زي ما قلنا بكل أمانة ما نقلته الصحف الغربية وخصوصا صحيفة نيوزويك الأمريكية ونقل عنها الخبر ده موقع الحرة الأمريكي اللي حطيت لحضراتكم الخبر في مقدمة الحلقة نسأل الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية وأن يحفظ أهلها وأن يوفق قولات أمورها لما في الخير وأن يحفظ بلادنا كلها من كل شر وأن يوفق قولات أمورنا لما في الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته